إذا كانت الصورة عن التعليم الرسمي في لبنان سيئة لدى البعض فثانوية دهور شوير في المتن كفيلة تغيير الصورة في هذه الثانوية ودع الفريق التعليمي أساليبه التقليدية مستبدلاً الكتب بالتابلت وبهذا سطرت هذه المدرسة خطوة متقدمة في التعليم العالي التابلت يحمل كذا كتاب يستعمل كمحل كاببوك حتى وفيك تاخد نوتس على أنه سهلت عم تحملي تابلتها الآن بدلاً تحملي شنطة بتعمل واجعة دهارة كتير تلميز بيكون الورقة الفحصية موجودة هون بس أنا كثير حصات انتراكتف بتحضر الفيديو ومن وقت من الفيديو عندك أسئلة بدلاً من اللوح الأخضر وغبار التبشور لوح وقلم رقميان يسهلان حياة 541 طالباً والمعلمين على السواء فسر لهم ما فهموا فينا نرجع يعني قبل عالتبشور كانت المعلمة تخلص وما نلحق لها نصير بدنا نرجع نفهم ترجع بدأ تعيد كل شيء من الأول إذا كان في شيء تلميز عنها غيب فيك ترجع تفتحي له إياها قدامه إنه هذا اللي تصار قبل بالنهار دايماً في نظافة دايماً يعني ولا مرة صرنا كلنا تبشور ولا بصير تعطسة ومترجور في الطبقة السفلة مكتبة أكثر هدوءاً بعيداً من ضجيج التطور التكنولوجي وفيما كان الطلاب في فسحتهم قرر عدد منهم دخولها للعب بالعلم فأمامهم تحدي ليفوزوا على مدارس خاصة في الوطن العربي منجا هاي كومبتشن اللي هي أسئلة ماتيماتيك على مستويات مختلفة يعني نحنا هلأ صرنا بالـ 212 ألف أو 214 ألف نحنا عم نحكي بين 162 مدرسة بالشرق الأوسط نحنا بهيدا مبسوطين أنه ولادنا بهيدا الكمبتشن عم بيصدروا لبرة شوفوا نحنا شو قدري نعم من لبنان من لبنان وعلى فكرة أنا بيهدي هذا النجاح لبلادنا في عام 2010 خطت ثانوية ظهور شوير أولى خطاها على طريق التكنولوجيا طورت برنامجها من صف النموذجي واحد نحو مدرسة نموذجية كاملة من الألف إلى الياء وبمجهود ذاتي من إدارتها علها تكون بذلك مثالا مشجعا على استثمار الدولة في قطاع التعليم الرسمي جوال الحجموسى قناة الجديد